السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم حبيبي رب كلكم طيبين وبخير وأهلا بكم جميعا في قناتي أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصفة الخامس لابتدائي في مادة انتراصات الاجتماعية هشرح معكم الدرس التالت من الوحدة الأخيرة بعنوان الصروة الحيوانية والسماكية في بلدي قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى لو أنا بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله تابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من شرح المادة بطرقة بسيطة الدرس بعنوان الصروة الحيوانية والسماكية في بلدي يعني هتكلم عن الحيوانات والأسماك الموجودة عندنا في مصر في بداية الدرس أول حاجة بدأ يديني نبزة مختصرة كده عن المصريين القدماء إزاي كانوا مهتمين بتربية الحيوانات والطيور أول حاجة في البداية قال لي إن المصريين القدماء اعتادوا على تربية الحيوانات وعلى صدها من وقت ما كانوا بيعيشوا فوق الهضاب أول حاجة قال لي إن المصر القديم قام بصيد الحيوانات فوق الهضاب وكان الهدف من صد الحيوانات ده إن هو يأكل لحمها ويرتدي جلودها زي الغزلان يبقى أول حاجة استاضى المصر القديم الغزلان بهدف أكل لحمها وارتداء جلودها كمان قال لي الجزء التاني عندما نزل المصر القديم لودي النيل الكلام ده كان في العصر الحجر الحديث عارف الزراعة وعاش وعارف حياة الاستقرار وبدأ يستأنس الحيوانات ويقوم بتربيتها كان الهدف من تربيت الحيوانات دي وخلي بالكم السؤال يجي ويقولك بما تفسر هدف المصر القديم من تربيت الحيوانات الاستفادة من لحمها وألبنها وجلودها يبقى الاستفادة من لحمها وألبنها وجلودها طيب الحيوانات اللي ربها زي رب إيه خلوكوا واخديني الدرس زي الحدودة كده رب الأبقار والأغنام والمعيز تاني المصر القديم قام بتربية الحيوانات الهدف من تربية الحيوانات علشان يستفاد من لحمها وقلبانها وجلودها طيب رب إيه رب الأبقار والأغنام والمعيز كمان استفاد من الحيوانات دي في إيه في ثلاث حاجات في أعمال الزراعة وكمان في زي وسيلة للنقل مثل الحمير اللي بيستخدمها وسيلة للنقل بينقل عليها مثلا المحصول من الأرض للمنزل بتاعه وكمان عرفوا الخيول مع دخول الهكسوس لمصر لأن الهكسوس دول استخدموا حاجة اسمها العجلات الحربية ووقت ما استخدموا العجلات الحربية كانوا معاهم الخيل اللي بيحرك العجلة الحربية نفسها تاني كلام بسيط جدا المصريين والقدماء في العصر الحجري الحديث عرفوا الزراعة والاستقرار وتربية الحيوانات كان الهدف من تربية الحيوانات الاستفادة من لحمها وقلبانها وجلودها زي الابقار والمعيز والاغنام واستفادوا منها كمان في اعمال الزراعة وفي عملية النقل وكمان في عرفوا الخيول مع دخول الهكسوس لمصر كمان بيقول لي ان المصريين القدماء برعوا جدا في مجال الطب البيطري اهتموا بالطب البيطري عشان يقدروا يوفروا وسائل العلاج للحيوانات وعشان يحمل الحيوانات من اي امراض يبقى السؤال برضو يقولك بما تفسر اهتمام المصريون القدماء بمجال الطب البيطري انت هتقول لتوفير وسائل العلاج للحيوانات وحمايتها من الامراض وممكن تختصر الكلام وتقول لحماية الحيوانات من الامراض تعالوا بقى على رقم اتنين وهنتكلم فيها على تربية الطيور وهل لكن المصريون القدماء دول كانوا مهتمين جدا بتربية الطيور وطبعا الهدف منها زي ممكتوب قدامك اكل بيضها والحمها انت ممكن تسهل على نفسك وتقول قام المصريون القدماء بتربية الطيور بهدف أكل الحمها وبيضها بس سهل الجملة ممكن تقلب الجملة وتسهلها زي بقى كانوا إيه أو ربوا إيه ربوا البط وربوا الأوز والدجاج والحمام وكمان كانوا بيصطدوا العديد من الطيور زي السنان والبجع واهتموا بتربية النحل ركزوا كويس المصرين القدماء قاموا بتربية الطيور بهدف أكل بيضها والحمها طيب كمان الحيوانات دي زي إيه أو الطيور دي زي إيه زي البط وزي الدجاج وزي الحمام وكمان استقضوا العديد من الطيور الطيور زي السنان والبجع واهتموا بتربية النحل وتعالوا نكمل بقية الدرس وخلي بالكم الدرس بيكون مقسوم على مصرين بيتكلم فيه جزء على المصريون القدماء وجزء على مصر في الوقت الحال قبل ما نتكلم على مصر في الوقت الحال هيتكلم لي على الأسماك عند المصريون القدماء أو صورة السماكية عند المصريون القدماء هيتكلم على الصروة السماكية اللي أول حاجة عن المصريون القدماء استقضوا أنواع كتير جدا ومختلفة من الأسماء استدوها من نهر النيل استدوا إيه؟ قالك استدوا البلتي وإشر البياض والأرمود دي الأنواع اللي هم استدوها البلتي وإشر البياض والأرمود والثلاثة موجودين دلوقتي ومعروفين طيب استخدموا أدوات إيه علشان يصدوا بيها؟ قالك استخدموا الشباك والرماح والسنانير وكمان خطفات مصنوعة من البرونز والنحاس كلام ده مهم مركزوا فيه الأسماك اللي المصريين القدماء استدوها من نهر النيل البلقي اشر البياض الارمود طيب الادوات اللي استخدموها في الصدق استخدموا الشباك والرماح والسنانير والخطفات المصنوعة من البرونز والنحاس وكمان قالك ان هما تناولوا الاسماك ديت لا اما تناولوها لا اما طازة لا اما مملاحها لا اما مدخن تعالوا بقى نتكلم على مظاهر اهتمام الدولة عندنا مصر في الوقت الحالي في تربية الحيوانات والطيور قالك اول حاجة ان استمر اهتمام المصريين لحد الوقت بالصروة الحيوانية والسماكية لحد ما الدولة بدأت تحط خطط اسمها الخطط التنموية علشان تبدأ تزيد من انتاج الصروة الحيوانية دي لحد ما تصدرت مصر ايه قالك اول حاجة الابقار خلت المركز الاول من حيث عدد الرؤوس الحيوانات بتاعتها في مصر في عام 2019 يعني مصر امتجت اكبر كم من الابقار في عام 2019 ده كان في الابقار والابقار دي خلت المركز الاول يبقى الابقار خلت المركز الاول من حيث عدد رؤوس الحيوانات في مصر في عام 2019 رقم اتنين جالي قالي الاغنام والاغنام دي خلت المركز التاني من حيث عدد رؤوس الحيوانات في مصر في عام 2019 ركزوا الكلام سهلي جدا والمحافظة اللي اللي بيرتبر اكبر محافظات مصر من حيث عدد الحيوانات يا محافظة البحيرة ومحافظة البحيرة دي بيوجد فيها 13.5% من اجمال اعداد الحيوانات الموجودة في مصر كلام سهلي تاني هنقول تاني يا هو عندي مصر كاتمهتمية جدا بالصروة الحيوانية والصروة السمكية بدأوا يحطوا حاجة اسمها الخطط التنموية علشان يزودوا من انتاج الصروة الحيوانية لحد بيقولك حيث اتصدرت ايه اللي تصدر اول حاجة الابقار خدت المركز الاول من حيث عدد رؤوس الحيوانات في مصر الكلام ده كان في عام 2019 رقم اتنين الاغنام خدت المركز الثاني في حيث عدد رؤوس الحيوانات برضو في عام 2019 وكمان محافظة البحيرة دي اكبر محافظة بتنتج الصروة فيها بتعد محافظة البحيرة من اكبر محافظات مصر من حيث عدد الحيوانات وبيوجد فيها نحو 13-13.5% من اجمال اعداد الحيوانات في مصر كمان نقال لك بالاضافة ان كان عندهم تربية المهتمين بتربية الطيور زي البط والوزد والدجاج والاريان البرومي وكمان بيهتموا بتربية النحل طب تعالوا نشوف بقى دور مصر في تنمية الصروة الحيوانية هي مصر عليها دور مصر عليها دور مصر عليها دور ان هي تعمل على لازم تعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي وتقليل الاستراد يعني انا الصروة اللي عند الحيوانية دي تكافي السكن الموجودين عندي وما اضطررش اجيب من برة دي اول حاجة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستراد رقم واحد خحاتوا الكلام السهل وذكروا تحسين سلالات الابقار والجموس المحلية انهم يبدأوا يحسنوا السلالات بتاعة الابقار كمان الاعتماد على السلالات المتخصصة في انتاج الالبان واللحوم ذاتة الانتاجية العالية يعني يروحوا يعتمدوا على السلالات اللي هي بتجيب البان كتير وبتجيب لحوم كتير وعلشان تبقى فيه انتاج عالي كمان يعملوا على رفع مستوى معيشة صغار المربيين والمزارعين المربي الصغير اللي بيربي مثلا عدد قليل من الصروة الحيوانية ده الدولة تعمل على رفع مستوى المعيشة بتاعته بحس انه يكبر ما يفضلش صغير مكانه بعد كده كمان الكلام ده مهم يا بس هقولك تعالى احفظ اتنين بس دور الدولة في تنمية الصروة الحيوانية خد الكلام السهل تحسين سلالات الابقار والجموس المحلية قال لي ان الدولة بتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية علشان تزود الصروة الحيوانية زي مشروع ايه مش اقولك مشروع اسمه مشروع مجمع الانتاج الحيواني والالباني المتكامل مشروع مجمع الانتاج الحيواني والالباني المتكامل والمشروع ده كان موجود في محافظة الفيوم والمنوفية والمشروع ده الجزء ده مهم جدا نركزه على المشاريع اول مشروع احنا اتكلمنا عنه اسمه مشروع لزيادة الصروة الحيوانية اسمه مشروع مجمع الانتاج الحيواني والالباني المتكامل في محافظتي الفايوم والملوفية مجمع الانتاج الحيواني والالباني المتكامل وده موجود في محافظة الفايوم والملوفية تعالوا كامل الدرس مع بعض بعد كده بيتكلم لي على جزء مهم برضه وبيشرح في الجزء ده وبيتكلم فيه على انتاج مصر للسمك وبيتكلم بقى على الأسماك اللي موجودة عمضة في مصر قال لي أقول حاجة بصوا صفحة تحسوها هنية كبيرة بس فيها معلومتين سألين جدا انتاج مصري لأسماك ببلغ انتاج مصري من الأسماك 2 مليون طن في عام 2019 2 مليون طن قالك أيوه مصري انتاجت 2 مليون طن من السمد علشان كده مصري بتعتبر الدولة الأولى إفراقيا في إنتاج الأسماك بتعد الدولة الأولى إفراقيا في إنتاج الأسماك دي أول نقطة عايزك تركز علىها كويس جدا مصر الدولة الأولى إفراقيا في إنتاج الأسماك تعالوا رقم 2 كمان والدولة السادسة عالميا في إنتاج الأسماك يعني السادسة على مستوى العالم كله في إنتاج السمك ورقم الأولى في وسط الدولة الإفراقية في إنتاج الأسماك طيب ماشي الانتاج ده كان بيمثل كام قالك الانتاج ده كان في 80% منه من المزارع السمكية وكان فيه كمان 20% منه جاية من المصايد الطبائية مصير طبيعية زي البحيرات البحر الأحمر البحر المتوسط نهر النيل وفراعي وكمان الترع وكمان قالك ان في عندي محافظة موجودة في مصر بتحتل المركز الأول في إنتاج السمك ودي محافظة قفر الشيخ وركزوا بقى في المحافظات يعني عندك هنا في الدرس اللي قبلوا في الصفحة دي قالك ان البحيرة بتعتبر من أكبر المحافظات في أعداد الحيوانات لكن هنا بقى بدأ يتكلم ويقولك إيه بيقولك ان قفر الشيخ دي بتحتل المركز الأول في إنتاج السمك في مصر وكمان طب بلغ عدد الإنتاج بتاعها قالك بلغ عدد الإنتاج بتاعها 42% من إجمال الإنتاج في عام 2019 تعالوا تاني نقول الكلام ده ملخص أنا ممكن أقولهم لكم في جملتين بس ان مصر بتنتج من السمك 2 مليون طن الكلام ده كان في 2019 مصر احتلت الأولى إفريقيا في إنتاج الأسماك والسادسة عالميا وكمان الإنتاج ده كان متمثل منه 80% من المزارع السمكية و20% منه من المصيد الطبيعية اللي زي الموجودة في البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والترع وكمان يا سيدي فارعاي نهر النيل دميات ورشيد وقال لي أن عندي محافظة بتحتل المركز الأول في إنتاج الأسماك وهي محافظة قفر الشيخ وبلغ إنتاج المحافظة دي 42% من إجمال الإنتاج كله في عهام 2019 تعالوا نشوفوا المصيد اللي عندنا في مصر بقى اللي احنا بنتكلم عنها المصيد الطبيعية دي قال لي أول حاجة عند مصيد طبيعية عند مصيد عزبة ومصيد ملحة ومزارع السمكية المصيد الغزبة عند إيه عند نهر النيل وفرعي دميات وراشيد عند بحيرة ناصر وعند التلع عند مصيد ملحة زي البحر الأحمر البحر المتوسط البحيرات الملحة وخدناها الدرسة قبل كده اللي بتوجد في شمال مصر ويقول تلكوا احفظوا البحيرات الملحة عددهم خمسة البردويل المنزلة البرولوس اتكوم ماريوت تاني البحيرات الملحة البردويل المنزلة البرولوس اتكوم مريود وكمان لو عندي حاجة اسمها المزارع السماكية والمزارع السماكية دي متمثلة في نوعين من المشاريع وركزوا عليهم بقى مشروع اسمه الفيروس ومشروع الفيروس ده موجود في بورسعيد والمشروع التاني اسمه بركة غليون وده موجود في محافظة قفر الشيخ والاتنين دول مهمين جدا المزارع السماكية بتتمثل في مشروعين مشروع اسمه مشروع الفيروس في محافظة بورسعيد ومشروع اسمه بركة غليون ده موجود في محافظة قفري الشيخ تعالوا كمان قال لي تحت خالص هو بيقول لي ان المصر بتقوم او بتعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية عشان تزيد الصروة السماكية زي مشروعين اللي أنا لسه إليهم لك هو الفيروس في بورساحد ومشروع اسمه بركة غليون في محافظة قفري الشيخ تعالوا نتكلم بعد كده جايب لي جزء سهل وبسيط بيحكي فيه على أهمية الصروة الحيوانية والسماكية في مصر وده آخر حاجة في الدرس وكلام بسيط جدا الصروة الحيوانية والسماك ده بيعمل لي ايه قال لي ده بيوفر لي فرص عمل وكمان بيزود ومصدر للدخل القوم وكمان بتساعد في توفير احتياجات السكان من الغذاء وخاصة البروتين الحيواني طب احنا نكتب الكلام ده كل ومس هقولك تعال ناخد الكلام السهل بس يعني هقول ايه لم نيجي يقولك بما تفسر أهمية الصروة الحيوانية والسماكية في مصر والأول حاجة توفير فرص عمل رقم اثنين مصدر للدخل القومي الكفاية لاتنين دول عيز بتبقى توفير فرص عمل رقب اثنين مصدر للدخل القومي كمان بتقوم من العديد من الصناعات زي الصناعات الجلدية ومنتجات الألبان والأسماك المحفوظة وركزوا على الجملة ده هي تجيلكوا في اللي أكمل في الامتحان يقولك الصروة الحيوانية والسماكية بتقوم عليها العديد من الصناعات زي إيه وإيه وإيه الصناعات الجلدية والمنتجات الألبان والأسماك المحفوظة استؤال تام تقوم على الصروة الحيوانية والسماكية العديد من الصناعات مثل الصناعات الجلدية ومنتجات الألبان والأسماك المحفوظة تعالوا على آخر جزء في الدرس وبيتكلم فيه على التغيرات المناخية والصروة الحيوانية خليكم فاكرين كلمة التغيرات المناخية دي يعني دي مشكلة بتحصل عندي في البيئة اللي أنا عايشة فيها وبتسبب لي مشاكل تانية فبيقول لي أن التغيرات المناخية دي بتأثر أصلا على إمتاج الصروة السماكية إمتاجية الصروة السماكية ليه بتعمل إيه؟ قال لك نتيجة لحدوث التغيرات المناخية دي بيحصل تغيرات في درجة حقرارة الجو وكمان بيحصل نقص في الميا والجفاف ونقص في المساحات المزروعة وكمان بيحصل انتشار لبعض الأمراض بين الحيوانات الكلام ده مهم يجي يقول لك ما النتائج المترتبة على التغيرات المناخية على الصروة الحيوانية يجي يقول لك أذكر النتائج المترتبة على حدوث تغيرات مناخية أو تأثير التغيرات المناخية على الصروة الحيوانية أنت هتقول أول حاجة أدت إلى تغيير درجات حرارة الجو رقم 2 نقص الميا والجفاف ونقص المساحات المزروعة تلاتة انتشار الأمراض بين الحيوانات قال لك علشان كده في عمدي منظمة اسمها منظمة الأغذية والزراعها اسمها منظمة الفاو المنظمة دي بتعمل على توعيد دول العالم بضرورة تحسين صحة الحيوانات علشان الحيوانات تصبح لديها قدرة على التغيرات على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي الجزئية دي مهمة جدا خلي بالكم لما حصل عمدي التغيرات المناخية والتغيرات المناخية دي أثرت على الثروة الحيوانية وخلت في انتشار للأمراض بين الحيوانات وخلت في عمضة نقص للمية وخلت عندي جفاف وخلت عندي نقص في المساحات المزروعة وخلت عندي تغيرات في درجة حرارة الجو قالك فيه منظمة اسمها منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة اللي هي اسمها منظمة الفاو ركزوا على الجزئية دي مهمة جدا هجيلكوا في الامتحان في الاختياري منظمة اسمها منظمة الأغذية والزراعة اللي هي منظمة الفاو دي المنظمة دي هدف هي ايه وبيعملوا على ايه قالك دول بيعملوا على توعيد دول العالم بضرورة تحسين صحة الحيوانات طيب ليه علشان انحسن صحة الحيوانات قالك علشان الحيوانات دي تيبقى عندها قدرة على ان هي تتكيف مع التغيرات المناخية وتقدر تحقق الامن الغذائي ده شرح الدرس كله حبيبي ما فيش فيه اي حاجة خدوا زي حدوتها دعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مسمر وزهرة